إذا نزف الوطن يضمده الشعب وهنا لا مكان لفرض المراهنات على دفتر الدم وفي حسابات اجتياز مرحلة صعبة من مراحل العراق القاسية نجح البلد من جديد في كسب الرهان على تناقم العقلانية مع مبادئ الوطنية العليا وقد فعلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برسالة الستين دقيقة معلنا فيها انسحاب أنصاره ووقف العنف وتشديده بحرمة دم العراقي على العراقي في خطوة مماثلة وجه الإطار التنسقي أنصاره المعتصمين عند الجسر المعلق بفضل اعتصام والعودة إلى منازلهم صوت العقلانية والوطنية سبق أحداث الخضراء بلغة الحوار المؤكدة في قناعة السياسيين ودول المنطقة والعالم لم يتوقف وتزامن بنداءات عاجلة من الرئاسات والعمليات المشتركة وهنا لا بد من تأكيد دور المواقف الدولية والأممية في متابعة عن كثب للساعة الأخيرة التي شهدتها بغداد عقب قرار اعتزال الصدر للعمل السياسي بعثة الأمم المتحدة في العراق وصفت إعلان الصدر الأخير بانسحاب أنصاره بالمعتدلة وفي ردود الفعل العربية والدولية على الأحداث في العراق دعت خارجية الكويت والأردن وقطر والسعودية العراقيين إلى تغليب لغة الحوار ومصلحة بلادهم العليا وضرورة إجراء حوار وطني واشنطن أدانت بدورها أعمال العنف بكافة أشكالها ورجحت لغة العقلانية الخارجية الفرنسية دعت جميع القادة السياسيين في العراق لتأكيد حرصهم على الإطار الدستوري للبلاد هولندا النرواج ومواقف عالمية كان لها الدور الفاعل الذي يوازي الموقف الداخلي في إبعاد العراق عن خط الزلزال الذي كاد أن يغرق بغداد في انهيار لن يكون سهلا على الدولة في ترميم خرابه لسنين طويلة